نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا ينضم إلينا من تونس الخبير القانوني والدستوري عبدالحميد بن مصباح سيد عبدالحميد أهلا بك معنا بداية لو نأخذ منك قراءة في الإطار القانوني والإطار الدستوري حول أبرز بنود والتعديلات في مشروع الدستور الجديد أخذ بالاعتبار لربما الدستور 2014 لو جاز لنا أن نعنوينا فنقول أن دستور 22 هو جماع بين دستوري سنة 59 ودستور سنة 2014 أخذ من دستور 14 و2000 جوهر بابيه الأول والثاني أي الباب المخصص للأحكام العامة والباب المخصص لباب الحريات وأخذ من الدستور السابق له دستور 59 تقريبا باب الصلط التنفيذية والتشريعية والقضائية أو ما سميت في الدستور الجديد بالوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية بما رسخ دستورا رئاسيا بامتياز وانضافت إليه ربما إلى هذين البابين أو إلى هذين الأساسين أساس ثالث وهو إضافة الرئيس قيسعيد والتي تتضح جليا في التوطئة وفي بعض الأحكام والبنوط داخل متن الدستور هناك من يقول سيد عبد الحميد بين استنادنا والنظر إلى هذا الدستور مشروع الدستور الجديد بأن الحكومة ستكون مسؤولة أمام الرئيس وليس البرلمان وبالتالي سلطات أوسع للرئيس والحد من دور البرلمان هناك من يبدأ قلق في هذه الخطوة هل هناك داعي للقلق؟ بطبيعة الحال المتعارف عليه أنه لا يوجد دستور مثالي ولا يوجد دستور خالي من الهنات ولا يوجد دستور لا يقبل التأويل ولا يحتاج إلى التأويل وهو ما يفسر أن كل الدستير تنطلق أساسا ثم تعدل تدريجيا بالمعايشة والمسايرة والتطبيق كما أن المحاكم الدستورية جوهر وظيفتها هي تأويل ما يبدو غامضا من الدستير في كل الأحوال دستور سنة 12 و2000 وإن كان مازال مشروعا في الحقيقة لا يشذ عن هذه القاعدة من المؤكد أنه ستكون فيه الكثير من الهنات من المؤكد أنه عندما ينزل إلى مجال التطبيق ستتضح الكثير من الصعوبات من المؤكد أيضا أننا سنحتاج في أكثر من موضع إلى المحكمة الدستورية ولكن القراءة الأولية هو أنه دستور يعطي صلاحيات واسعة جدا لرئيس الجمهورية بالتوازي مع ذلك هناك تقليص واضح وجلي لدور الحكومة التي ستكون جهازا تنفيذيا بامتياز لما يقرره وما يراه رئيس الجمهورية بالحديث عن التعديلات سيد عبد الحميد نحن نتحدث اليوم وحتى اللحظة عن مسودة الدستور الجديد هل نتوقع أي تعديلات على هذه المسودة ربما في الوقت الحالي أم أنه سيطرح للاستفتاء في الخامس والعشرين ومن ثم قد نتوقع ربما إضافة أي تعديلات والتوجهة للمحكمة الدستورية كما ذكرت من الناحية القانونية وبالنظر إلى النصوص النافذة حاليا فإنه لا مجال لإدخال أي تعديل على هذا المشروع وهذا المشروع هو الذي سيعرض على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من جويليا دون زيادة فيه أو دون نقصان أو تعديل وإذا ما رأى رئيس الجمهورية وجها لتعديل فإنه سوجوبا يجب أن يغير أو ينقح النصوص المؤسسة لهذا الدستور بما يمكن من تنقيح وإن كنت من الناحية السياسية لا أرى أن ذلك متاحا باعتبار أنه سيكون فيه إحراج كبير لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية الذي عودنا بأن لا يتراجع عن خيار اختاره حتى إذا ما اتضح أن فيه بعض ضبابية وأن فيه بعض غموض في كل الأحوال الرئيس دائما ما يمضي إلى الأمام بقطع نظر عن المعرقلة كيف تتوقع ردة فعل الشارع التونسي سعد عبد الحميد وربما نسبة الإقبال على التصويت عندما يطرح هذه المسودة على الاستفتاء إلى حد هذه الساعة الآن تقريبا ساعات مرت على نشر الدستور وما زالت المواقف تقريبا ما زال هناك حالة من التأني وحالة من النظر بترون لهذا الدستور الجميع ينتظر الجميع ولا أحد يريد أن يكون مبادرا بالتصريح بموقفه إما قبولا أو رفضا نضيف إلى ذلك أن هناك اجتماع للهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم غد وبعد غد وهذا الهيكل أو هذا الكيان هو كيان مفصل وموقفه سيكون محددا وذات تأثير بالنسبة إلى أن نخب السياسية في تونس من أحزاب ومنظمات وجمعيات وغيرها من الفاعلين في الشأن السياسي أعتقد أن هناك أكثر من قوة تنتظر موقف الاتحاد العام التونسي للشغل لتبني عليه ولتتأثر به باعتبار مركزيته كما سبق وأن ذكرت في تحديد المواقف والمواقع السياسية لمختلف الأطراف الفاعلة شكرا لك سيد عبد الحميد بن مصباح الخبير القانوني والدستوري كنت معنا من تونس